ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى النشاط رقم 8 وهو النشاط الأخير الخاص بالوحدة رقم 3 في الجيولوجيا يتناول هذا النشاط شواهد محيط قديم شواهد محيط قديم تبين الخريطة مكاشف الأنفوليت في شمال إفريقيا الخريطة هذه تبين خريطة جيولوجية لمنطقة تكسانا وهذا الجزء هنا هذه المنطقة هي ملاحظة بالقمر الصناعي ما استخرجناها من جوجل لوادي جنجن بجيجل تظهر مكاشف الأوفوليت في القبائل الصغرى بالجزائر ومنطقة الريف بالمغرب الأخصى كما قمنا في الوثيقة الأولى وتمثل هذه الوثيقة خريطة غرب القبائل الصغرى حيث يظهر فيها مكاشف الأوفوليت في مستوى وادي جنجن بجيجل الأوفوليت توسكي فيغ الأوفوليت بشمال إفريقيا ولدراسة متتالية الأوفوليت لدينا هذا العمود الطبقي واحد معي لمتتالية الأوفوليت إن الأوفوليت هو عبارة عن الأوفوليت هو عبارة عن متتالية من صخور نارية قاعدية وفوق قاعدية تتكون من المستويات التالية الپيريدوتيت صفوفي وهو عبارة عن صخر ناري فوق قاعدية تكون أساسا من الأوليفين الذي يتراوح نسبته تتراوح ما بين 80 إلى 100% الپيروكسين entre 0% и 10% البلاجيوكلاز 0% إلى 5% وأكسيد المعادن 0% إلى 10% نميز حسب المناطق مستويين من الپيريدوتيت هما بيريدوتيت طبقي جابرو طبقي جابرو ثم بازلت وسادي فارسوبيات إذن هما المناطق الأول المستويين من الپيريدوتيت هما الهارسبرجيت تحتوي على معادن الأوليفين وبيروكسين أحادي الميل الهيرزيوليت تحتوي على معادن الأوليفين وبيروكسين أحادي الميل بيروكسين ثناء الميل والبلاجيوكلاز الجابرو الجابرو لدينا بيريدوتيت نموذجين بيريدوتيت طبقي وبيريدوتيت صفوفي الجابرو الطبقي الجابرو صخر ناري قاعدي إنديساسي اندساسي اندساسي يعني تبرده عميق البازلت البازلت الويسادي البازلت صخر ناري بركاني يكون على شكلين بازلت كتلي له نسيج ميكروليتي بلورات كبيرة يتكون في المستويات العليا للقشرة المحيطية الوسائد البركانية وهي صخور لا تبدي أي تبلور تتميز بالنسيج الشعاعي الذي يدل على التصلب السريع للماغما على السطح عند ملامسة الماء النتيجة إذن لدراسة هذه المتتالية بريدوتيت صفوفي طبقي جابرو طبقي وقابرو بازلت ويسادي ثم رسوبيات تمثل هذه المتتالية أي متتالية الأوفيوليت بقايا القشرة المحيطية في السلاسل الجبلية الحديثة والقديمة تمثل هذه الوثاقة إذن الوثيقة الموالية تنوع سلاسل الأوفيوليت في عمان منطقة عمان في جبل الجزيرة العربية سلطنت عمان في الألب وتكسانا هنا لماذا أنجزنا هذه المقارنة حتى نوضح التشابه والدلائل على أن الأرض أو القارات كانت كلها عبارة عن كتلة واحدة أوفيوليت منطقة تكسانا أوفيوليت منطقة تكسانا يتكون من مكشف محدد جدا من السريبنتين الذي نتج عن تفكك البيريدوتيت من نوع لوت أو نوع ليزوليت هذا النوع ليزوليت يعني يحتوي على عروق بازلتية البازلت في شكل عروق ليس في شكل وسائد بعد هنا التشابه هنا كذلك نفس المنطقة باللون الأخضر ونتج الأوفيوليت عن تفكك القابرو وكمية كبيرة من البازلت الويساتي أما أوفيوليت منطقة الألب فيتميز الأوفيوليت الألبي بضعف سمك طبقة القابرو وندرتها في بعض الأحيان ضعف سمك طبقة القابرو وندرتها في بعض الأحيان هدت على القابرو قابرو كبير على تع عمان بعف تع تدل هذه المعطيات على انخفاض نسبة الإنسهار الجزئي للبرنوس العلوي وكذلك تؤدي هذا يؤدي إلى ظهور قشرة محيطية رقيقة ومتقطعة وسرعة تباعد ضعيفة بيّنت المعطيات المعدنية لهذه الوثائق بيّنت المعطيات المعدنية وكذلك في الميدان وجود ظهرة محيطية قديمة وجود ظهرة محيطية قديمة جدا وجود هذه الظهرة تميزت بحركة بطيئة خلال فتح المحيط الألبي وتشبه تماماً ظهرة المحيط الأطلسي يتواجد مع الصخور النارية الراديولاريت صخر رسوبي سيليسي يتوضع في الأعماق السحيقة يتوضع في الأعماق السحيقة تبين هذه الدراسة وجود تشابه كبير بينهما ومن هنا استنتج أنهما تكونتها في نفس الحوض وهو التيتز نقصد منطقة تكسانا ومنطقة الألب الأوفيوليت لمنطقة تكسانا وأوفيوليت الألب تكونتها في نفس الوقت في نفس الحوض وهو التيتز تنشأ إذن سلسلة المغاربية من تصادم اللوحين عقب غوص الليتوسفير المحيطي تحت اللوح الأوروبي أما أوفيوليت عمان أما أوفيوليت عمان فتتميز بسمك كبير حيث يفوق سمك طبقة القابرو 4500 متر وتتطور القشرة المحيطية بحركة سريعة تقدر بحوالي 10 سنتيمتر في السنة وتشبه قشرة المحيط الهادي النتيجة التي نخرج بها إذن من هذه الوثائق السابقة تشابه الأوفيوليت تاكسانا مع أوفيوليت جبال الألب لكونهما نشأت عن ظهرة بطيئة بينما تختلفان عن أوفيوليت عمان لأنها نشأت من ظهرة سريعة وتنتمي كل من تاكسانا وجبال الألب إلى نفس السلسلة الجبلية وتختلفان عن أوفيوليت عمان كما قلت في كوني أن هذا الأخير يتميز بظهرة سريعة وهذا ما لاحظناه في التمرين الثاني من الوحدة الأولى حيث تختلف تشكل الظهرات ظهرة المحيط الأطلسي ظهرة بطيئة وظهرة المحيط الهادي ظهرة سريعة نتناول في هذه الجدول مقارنة بسيطة بين السلاسل الأوفيوليتية في كل من تاكسانا جزائر القلب جبال القلب وسلطنة عمان نوع البريدوتيت هنا من نوع هوت لاحظ تشابه بين كل من تاكسانا والقلب نفس النوع القابرو نادر نادر في تاكسانا وموجود في سلطنة عمان البازلت متشابه أما السمك سمك كبير يفوق حوالي تا القابرو يفوق حوالي 4500 متر هنا ميل سينسان متر فقط تدخلات نوع الظهرة سريعة نوع الظهرة هنا بطيئة وكأن هذا الجدول يلخص الكلام الذي قلناه وعليه تتشابه أوفيوليت الألب مع أوفيوليت تاكسانا كون أن تاكسانا والقلب كانت في كتلة واحدة هنا هذه رنة في المحيط الهادي وهنا رنة قريبة من المحيط الأطلس نتناول في هذه الوثيقة الآن مراحل تشكل السلسلة المغربية كنواتج كذلك عن شواهد محيط قديم تمثل هذه المرحلة الأولى لاحظ معي الأولى والثانية والثالثة مراحل التباعد القاري والغوص مراحل التباعد القاري والغوص المرحلة الأولى فتح ها هو هنا المرحلة الأولى فتح حوض التيتس حوض التيتس وهي قلنا لها باستع مراحل التباعد القاري والأوروبي فتح بحر التيتس ثم غلق الحوض بسبب الغوص غلق لأن القارة الأفريقية غاصت تحت القارة الأوروبية التي استدمت بها هذا نسميها الغوص هذا نسميها الغوص المرحلة الثالثة ها هي طفو القشرة المحيطية على القشرة القارية طفت القشرة المحيطية على القشرة القارية إذن مراحل التباعد القاري والغوص أدى إلى الانفتاح تح حوض التيتس ثم غلقه اللون الأحمر هذي قوى التقارب أو التباعد ثم حركة المادة ها هي تحت القارة الأفريقية غاصت تحت القارة الأوروبية الوثيقة هادي التي تمثل الأشكال أربعة وخمسة أربعة وخمسة وستة وتتمثل مراحل التصادم القاري مراحل التصادم القاري المرحلة هادي الطي والغلق ها هي طيات أدى التصادم لحد مليح إذا تشكيل طيات نائمة هذا الالتواء نسميه طيات نائمة لاحظ معي هنا ثانية أنه طيات نائمة المرحلة رقم خمسة التضاعف القشري هناك قشرة قليلة السمك بسبب الطيات بسبب الطيات زاد السمك زاد السمك هذه الطبقات إلى أن أصبح في المرحلة السادسة لاحظ معي كما قلنا السخور المغتربة أين كانت هنا لاحظ معي هنا كانت هذا السخل المحبيبي تلمت شكلت لسلاسل جبلية وحدثت عملية تعرية وانفصال وتمزق المناطق العليا للسلاسل الجبلية هذه تشكل السلاسل المغاربية ها هي أدى إلى هجرة هذه الصخور التي كانت أصلا في القارة الأوروبية نجدها هنا في القارة الإفريقية فتسمى هنا بالصخور المغتربة هذه حدود الصخور المغتربة إذن الرابعة وخمسة والستة تسمى أو تشكل مراحل التصادم القاري لاحظنا هنا مثال درسنا طيات نائمة وهذه مثال درنا المثال الأول حول السلسلة الألبية وهنا حول تشكل السلاسل المغاربية وأنتم هنا الألوان سخور الجليش والأوفيوليت هي بالموف ثم الظهرة الكلسية القاعدة الاستحاثية والغطاء الرسوبي الذي شكل سخور مغتربة كما قلنا في هذه الوثيقة الثالثة إذن هذا ما حدث منذ حوالي مئة وخمسين في حوالي مئة وثمانين مليون سنة وهذا السمك يمثل مئة وخمسين كيلومتر بهذا نكون قد أنهينا جل النشاطات الخاصة بالوحدة الثالثة الوحدة الثالثة التي تناولنا فيها النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية المرتبطة به ترجمة نانسي قنقر